ولو تلاحظ عزيزي الطالب الفكرة الأخرى هي The Opposites اللي معناها المعاكسات واني جمعت لك أهم المعاكسات اللي موجودات بالمنهج عزيزي الطالب ولو تلاحظ هو بالامتحان إقلالك Trouble اللي معناها فضيع أو شنيع شنو مراد معاكستها عزيزي الطالب راح تكون Fantastic أكو فكرة مهمة جداً هنا لازم تكون كتابة الكلمة بالحرف الواحد صحيحة يعني أي حرف خطأ بالكلمة جوابك كل خطأ ليش لأن هذا spelling معناه إملاء هذا يجيب سؤال الإملاء بما أنه إملاء والت تخطع بالإملاء فيحط لك خطأ لازم مهمة جداً الخط والكتابة مالتك أوكي لازم ال spelling إملاءك صح نجي المل للفكرة الثانية طبعاً هناك ترابل فانتاستيك ترابل معناها فضيع مريع شنيع فانتاستيك معناها مذهل أو رائع نجي للثانية expensive معناها غالي طبعاً هو بالامتحان شي يقلك يقلك ترابل صارت فانتاستيك إذا expensive اللي معناها غالي شيصير الصير لازم cheap اللي معناها رخيص غالي رخيص شوف معاكسات بعد فكرة أخرى أحب أضيف لك إياها محتملاً يقلك ترابل صارت فانتاستيك إذا cheap شيصير لازم expensive وخليها ببالك إنه هي انعكاسية مرة يطيك هاي يريد هاي مرة يطيك هاي شيريد يريد هاي نروح للثاثة boring معناها ممل تقدر أنت تعاكسها بكلمتين تقدر تقول interesting صح أو تقدر تقول fun أيضاً صح fun معاكستها شنو boring interesting معاكستها شنو boring عزيزي الطالب بعد نروح للأقلي الأقلي أيضاً تقدر تعاكسها بكلمة beautiful اللي معناها جميل وتقدر تقول good looking اللي معناها حسن المظهر إذن ذن الثيانات معاكستهن ugly زين استاذ أنا بالمتحان شون عارف يريد من عندي هاي أو هاي إذا انطاك ugly تكتب لأ beautiful صح تكتب لأ good looking صح أما إذا انطاك beautiful لا ugly إذا انطاك good looking أيضاً شنو ugly فاتح شغل بالك يا بطل سهلة وحلوة نروح للخامسة dangerous معناها خطر معاكستها شنو safe اللي معناها آمن ينطيك safe يريد dangerous يريد dangerous يريد safe نجي لل old معاكستها كلمتين تقدر تقول new صح جديد وتقدر تقول young اللي معناها صغير أيضاً صح ولو تتذكروا ياي سامارا's brother أخو سامارا is younger than her أصغر من عدها ولاحظ انه younger معناها شنو صغير زين استاذ هالثاني إذا جاب لي young شنو معاكسته معاكستها old إذا جاب لك new شنو معاكستها معاكستها old زين إذا انطاك old عادي تكتب new صح تكتب young صح اللي يعجبك نجي للسابعة uncomfortable اللي معناها غير مريح معاكستها بس تحذف اليوان فش تصير صير comfortable أو يطيك comfortable ش تخليلها ان فش تصير صير uncomfortable غير مريح نجي للثامنة الثامنة لو تلاحظ عزيز الطالب ياي important إذا تريد تعاكسها un important ولاحظ أنا بالعكس يعني هنا تخليها ببالك ينطيك important and important ينطيك uncomfortable comfortable إذن بس يوان بعد لاحظ ياي التاسعة happy اللي معناها سعيد تقدر ضيفي له يوان صير unhappy غير سعيد وتقدر تقول ساد كيفك اثنينها تنصح لاحظ عزيز الطالب العاشرة طبعا happy معناها سعيد unhappy غير سعيد وساد معناها حزين important معناها مهم and important معناها شنو غير مهم old fashion انتبه لي old fashion يعني الموضة القديمة من الريد نقول حديثة أو معاصرة نقول modern والmodern حديث أو معاصر والعديد من الطلبة يشوف كلمة old يكتب new وهذا الشي مو صح old fashion كل هالكلمة معاكستها من هو modern نجي المن نجي للدعش اللي الدعش stupid معناها غبي stupid معناها شنو غبي تقدر تقول clever اللي معناها ذكي 12 lazy معناها شنو كسول معاكستها شنو hard working اللي معناها مشتهد أو نشيل بعد good معاكستها شنو bad good معاكستها شنو bad 13-14 friendly معاكستها unfriendly ولاحظ unfriendly مثل happy مثل important مثل comfortable فخليها بالبالك ذني يشابهن friendly معناها ودود unfriendly معناها غير ودود نجي للtall والlong ذني اثنينات معاكست من هو short tall معناها طويل للقياسات هذا الولد طويل فنقول عليه tall من نقول عليه قصيرا نعاكسها short زين long شنو للفترات الزمنية اذا نقول وقت طويل long time لاحظ long معا الوقت والtall معا القياس القياس اوكي واثنينات معناها شنو طويل اثنينات معاكست شنو short نجي لمن 16 polite معاكستها am polite ايش ضفت لها اي ام polite معناها مؤدب ام polite معناها غير مؤدب اوكي كلمة تشبهها بقطعة الحسن بن الهيثم اللي هي practical معناها عملي ام practical غير عملي شي ضيف لها اي ام خليها ببالك عزيزي الطالب بعد نجي المنت difficult معناها صعب ش راح تصير راح تصير easy سهل difficult صعب معاكستها شنو easy اللي معناها شنو سهل fast سريع معاكستها شنو slow اللي معناها شنو بطيء لاحظ slow بطيء بعد 20 big معاكستها small وهاي متكررة وزاريا big كبير small شنو صغير بعد fat معناها سمين معاكستها شنو thin نحيف fat سمين thin نحيف بعد quiet معناها هادئ quiet هادئ معاكستها شنو noisy noisy شنو ضوضائي مزعج اوكي فهذه معاكستها مهمة جدا جدا 22 the opposite of white معاكست شوف هاي طريقة اخرى قبل شويش قلت لك قلت لك يقل لك big صارت small اذا فات شصير الصير thin بس خاف يجيب لك the opposite of white معاكست كلمة wide wide معناها واسع معاكستها شنو narrow شنو narrow ضيق خاف تجيب هاي الطريقة هم انتبهه لعزيزي الطالب او يقلك the opposite of dangerous معاكست كلمة dangerous لازم ش تقله تقله safe وانت تركز عزيزي الطالب بعد لو تلاحظ عندي معاكست للظروف هذني معاكست للصفات عندي معاكست للظروف لاحظ happily معاك شوف لشون عرفتها ظرف بها الواي ش راح اصير راح اصير un happily لاحظ او تقدر تقول sadly ايضا صح لاحظ نجي اربعة وعشرين slowly بها الواي فش راح اصير راح اصير quickly شوف quickly او تقدر تقول fast سريع ايضا ذاني معاكست ظروف اكو تمرين كامل عليهم انا على حساب انه موجودات بالتمرين جبت لك هان الفوق كله معاكست صفات لكن هذني معاكست ظروف ليش لان بيهن الواي نجي المن نجي للباد بعد لي معاكستها مهمة جدا جدا من هي well لاحظ well بعد 26 comfortably لاحظ شبيه بها الواي اذا ظرف uncomfortably يو ان وركز على امهات اليوان 27 in a friendly way شوف ركز 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 في طريقة ودودة في طريقة ودودة اشلون احنا نعاكس هنقول بطريقة غير ودودة لاحظ ش راح اصير الان نزلت ال ا صارت ان والفريند صارت ان فريندلي والوي نزلت هذا بالنسبة للمعاكسات بقى اثنيا خايف خاف يجن انتبه لي علي من dark معناها مظلم قاتم اوكي معاكستها شنو يعني اللون قاتم يعني الداكن اسود اوكي يعني الداكن اللون كلش قاتم اوكي معاكستها bright bright شنو براق اوكي bright colors الوان براقة نجي 29 ايضا احتمال تجي straight اللي معناها الشعر السرح معاكستها شنو curly اللي هو الشعر المجعد خافجا اذني عزيزي الطالب هذا بالنسبة للمعاكسات راح نروح اكتمرين اخر اسمه مرادفات المرادفات شنو كلمات تتشابه نفس المعنى لو تلاحظ عندي اول وحدة exhausted معناها مرهق مع مرادفتها اللي تشبهها tired متعب تعبان لاحظ مرهق متعب unexpected غير متوقعا surprise surprising لاحظ surprising لاحظ بعدش عندي views معاينات مشاهدات sites معاينات مشاهدات rescue اللي معناها ينقذ او تجي بمعنى يشفي فهنا شنو recovery لاحظ ذني ايش شابه نفس المعنى انا اش راح انطيك واختبر معلوماتك راح انطيك كلمة واريد من عندك very old مرادفتها اكو كلمة بالكتاب تشبهها very old قديم جدا اكو كلمة بالكتاب ايضا قديم جدا لكن مو very old مرادفة الها هذا بالنسبة عزيز الطالب الى شرح المعاكسات والمرادفات المعلومات الآن